أخت فاضلة بتتكلم بتقول أستاذة شروق بتقول هل يعني أنها حرام عليها لما يكون معاها فلوس من عملها وزوجها لا يعلم بالضبط راتبها لكن هي بتساعد بجزء في البيت لكن عارف أنها يعني بتعمل ولكن هي يعني اختصارا يعني للسؤال لو اشترت حاجة للزمن دون أن يعلم طبعا تفاصيل في بعض النساء نظرا لضغط بعض الأزواج مش بتبقى عايزة تقول تفاصيل لأنه بيضغط بطريق أو بآخر عشان ياخد ما معها من المال وده طبعا تصرف غير محمود من بعض الرجال لأنه لا يحل له أن يأخذ من مالها شيئا إلا عن طيب نفس منها هذا الحكم فيه بالنسبة لي المعاملات المالية ده حكم عام مع جميع الخلق لكن أنا مثلا الزوجة الكريمة مثلا هي بتعمل وعايزة تتطوع بهذا وتعين زوجها هذا لأنها زوجة أصيلة ما ينفعش أن أنا أشوف الزوج محتاج لأنه المعونة مني وأنا أعود أتفرج عليه لازم يبقى فيه مني نوع من المساعدة وجبر خاطر ذلك الزوج وكذلك يعني ما أجمل أن ترى الزوجة في تصرفات الزوج عفت ذلك الزوج عن أنه يمد إيديه على مال زوجات لأن الحقيقة ده بيكسر معنى الرجولة في أعين النساء فتبقى المسألة فيها جانب رعاية من المرأة وكذلك جانب لياقة من الرجل بأنه لا يدخل نفسه أو لا يجعل نفسه في إطار ذلك الزوج اللي بيتصف بأنه في حال الطمع في مال زوجته ودي صفة الحقيقة طبعا يعني بتكرهها النساء حينما يبدو لها ذلك الزوج على هذا أو على هذا الحال أو على مثل هذه التصرفات طيب هي مش عايزة تقول التفاصيل الكتير فتقلل بلاش حكاية الكذب تقلل الكلام عن هذا الأمر حتى يعلم بطريق غير مباشر أنها مش عايزة تتكلم في هذه القضية لكن تروح تشتري حاجة من وراه مش فكرة حلال وحرام قد ما فكرة أنه لما يكتشف ذلك الزوج إلي كنتي اشتريتي مثلا شقة أو اشتريتي يعني هذا تصرف غير لائق يعني مضاد تماما لمسألة العشرة التي لابد وأنتج معكم بالمعروف على الأقل قولي بقى أنا حجيب مثلا تصرفي الحاجة دي وأنا حجيب ده أنا حوشته أنا مثلا تجدي لنفسك مخرجا طيبا في هذا الأمر لكن ما ينفعش أن أنا أخبي عليه أن أنا بشتري ملك أو بشتري شيء أو هأجر حاجة أو أن أنا عندي ملك وبأجره يعني هذه الأمور يعني تبقى أكيد بتطعن في استقرار الحياة الزوجية وإن كان الزوج فيه صفة الطمع أنا أواجهه بمنتهى الأدب بأنني أشارك ولا أرغب في المزيد وهذا حقك لأن النفق واجب عليه لا تجب على الزوج النفق تجب على الزوج وبالتالي أنا عندي الحق كامل الحق بمنتهى الأدب من أول يوم إن أنا بشارك مثلا لا يملي علي بقدر ما أستطيع أن أشارك أشارك لكن إن أنا أخبي وأن أخبي على بعض اشتريت حاجة من وراء ملك وكده هذه الأمور لا أرى أبدا بأنها تصلح في الحياة الزوجية أختنا الفاضلة وإذا ما علم الزوج بهذا الأمر وأكيد حيعرف عن طريق أي شيء إنها طبعا حتؤدي إلى فساد العلاقة فيما بينك وبين زوجك